اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مرة اخرى الى هذا البرنامج ومع احكام الاضحية هذه العبادة العظيمة التي جاءت بها هذه الشريعة فيها احكام واداب ومكروهات وقد تحدثنا عن شيء كثير من ذلك وهنا مسائل ما حكم الانتفاع بالاضحية مثلا حلبها وشرب لبنها قال ابن قدامى رحمه الله ولا يشرب من لبنها الا الفاضل عن ولدها فان لم يفضل شيء او كان الحليب يضر بها او ينقص رحمها لم يكن له اخذه وان لم يكن كذلك يعني لم يؤثر تأثيرا سلبيا فله اخذه والانتفاع به المغني ويدل عليه ما رواه البيق عن مغيرة ابن حذفن العبسي قال كنما علي رضي الله عنه بالرحبة فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال اني اشتريتها اضحي بها وانها ولدت قال فلا تشرب من لبنها الا فضلا عن ولدها فاذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة رواه البيهقي قال ابو زرع الرازي عن الحديث النوم صحيح وقالوا انه انتفاع لا يضرها وان ترك اللبن بعد حلبه يؤدي الى فساده وان لم يحلبها فقد يضر بها فيجوز له الحلب والشرب وان تصدق بيه فهو حسن طيب ما حكم جز صوفها اما صوفها فان كان جزه انفع لها مثل ان يكون في زمن الربيع فتخف بجزه وتسمن جاز جزه ويتصدق به وان كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح او كان بقاؤه انفع لكون يقيها الحر والبرد مثلا لم يجوز له اخذه المغنل من قدامه طيب ما حكم ولدها اذا اشترى شاة او ناقة او بقرة عشراء عشراء للاضحية فولدت قبل وقت الذبح فماذا يصنع بولدها اذا كان قد عين للاضحية فالولد تابع لها يذبح معها وان لم يكن عينها فهو له يتصرف فيه كيف يشاء والافضل انه يحسن التصدق بكل ذلك فاذا حلبا تصدق بلبنها واذا جز صوفا تصدق بصوفها واذا ولدت تصدق بولدها ان شاء حيا وان شاء ذبحه وتصدق به لكن اذا تعينت اضحية قبل الولادة فالولد تابع لها في الذبح الاضحية قربة لله تعالى ايو الاخوة والاخوات وما نتج عنها ومن فصل عنها فهو كذلك ويدل علي ما رواه البياقي وسعيد المنصور ان علي رضي الله عنه قال الرجل الذي كان يسوق بقرة معها ولدها قال لا فلا تشرب من لبنها الا فضلا عن ولدها فاذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة وما حكم الاكل منها يعني من الاضحية يشرع للمضحي ان يأكل من اضحيته ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فاكلوا منها واطعموا البائسة الفقير ولقوله تعالى فاكلوا منها واطعموا القانعة والمعترة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون القانع السائل المتذلل والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال ومن عجائب ما سمعت من العامة ان احدهم قال القانع القط والمعتر الكلب وهذا لا اصله ولا يصح وعن سلم بن الاكوى رضي الله عنه ان نبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واطعموا وادخروا رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها ان نبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وتصدقوا رواه مسلم حمل الجمهور الأوامر في هذه الأحاديث على الندب لا على الوجوب لكن ما مقدار الأكل يعني سيأكل من أضحيتي كم يأكل اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ما يأخذه الإنسان من أضحيتي لنفسه وما يأكله وما يهدي وما يتصدق الأمر في ذلك واسع والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث لأنه لما قال كلوا وتصدقوا وأطعموا فإذا أردنا أن نجعل لكل أمر جزءا فإن تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء يفي بهذا ويكون عدلا بينها جميعا وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم الفقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث رواه الحافظة موسى الأصفهاني وقال حديث حسن لكن لو أكل أكثر من الثلث جاهز ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية لأن الوصي يقوم مقام الموصي والموصي يأكل ويهدي ويتصدق ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس والجاري عرفا كالمنطوق لفظا فإذا لو واحد وكل شخصا في ذبحها في بلد آخر فللوكيل أن ينوب عن صاحبها في الأكل منها فإذا أذن له بذلك فإنه يأكل وأيضا في قضية الإهداء والصدقة فإذا دلت قرينة أو عرف على ذلك فعله وإلا فإنه يسلمها لمن وكله وهو الذي يوزعها كيف يشاء ما حكم التصدق منها يجب التصدق بشيء قل أو كثر من أضحية المسلونة قال الحافظ الحجر رحمه الله وأما صدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه الإسم والأكمل أن يتصدق بمعظمها والدليل على الوجوب قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ويتصدق منها على المسلمين من الفقراء والمحتاجين ويهدي إلى الأقارب والأصدقاء والجيران وإن كانوا أغنياء ويجوز إطعام أهل الذمة منها وخاصة إذا كانوا فقراء أو جيران للمضحي أو قرابة أو تأليفا لقلوبهم دعوة من الله عز وجل طيب ما حكم الهدية من الأضحية اتفق أهل العلم على أن الهدية من الأضحية مندوبة وليست واجبة وكثير من العلماء يرون أن يهدي ثلثا منها كما مر في حديث ابن عباس فإنه يجعل الأضحية أثلاثا ثلث لأهل البيت وثلث صدقة وثلث هدية طيب هل الجار الكافر له نصيب منها نعم يجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية ويوسع عليه تأليفا لقلبه وأداء لحق الجوار لعموم قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الأدلة وفي فتاوى اللجنة الدائمة يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه قال الشيخ بن عثمين رحمه الله يجوز للإنسان أن يعطي الكافر من لحم أضحيته صدقة بشرط أن لا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين فإن كان ممن يقتلونهم فلا يعطى شيئا طيب ما حكم الانتفاع بالأضحية المنذورة نحن قلنا الأضحية سنة مؤكدة ولكن تصير واجبة بالنذر كأن يقول شخص لله علي أن أضحي بشات فلما صارت هذه الأضحية واجبة تأتي الآن قضية الانتفاع بالأضحية وما حكم الأكل منها بالنسبة لهذا الذي نذر وأوجب قال بعض العلماء ومنهم الحنفية والشافعية لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة ويجب التصدق بها كلها بجميعها على الفقراء ويجب التصدق بها كلها على الفقراء فإن أكل شيئا منها غري ما بدلهم وقال آخرون من أهل العلم ومنهم مالكية والحنابلة يجوز الأكل من أضحية المنذورة واختارهم معصرين الشيخ العثيمين قال لا فرق من الواجبة وغيرها من جهة الأكل منها فإذن الأحوط أن يتصدق بها كلها المنذورة ولا يأخذ منها شيئا طيب ما حكم الادخار من لحوم الأضاحي وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في إحدى السنوات ثم أذن في الادخار بعد ذلك فمعنى هذا أن النهي منسوخ وبهذا قال جماهير أهل العلم ومن الأحاديث التي جاءت في هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت دف أهل أبيات من أهل البادية حضرت الأضحاء زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فما كان بعد ذلك لما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فاكلوا وادخلوا وتصدقوا رواه مسلم يعني لما صارت مجاعة أو شدة أو قحت نهاهم أن يتدخلوا بعد ثلاث حتى يعني يخرجوا هذه اللحوم فيكونوا في ذلك مواجهة وتلبية الاحتياجات لما تحسنت الأحوال أذن لهم بأن يتدخروا وقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فاكلوا وادخلوا وتصدقوا رواه مسلم وعن أبي سعيد رضي الله وعنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيانا وعشما وقدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخلوا رواه مسلم قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأم الأربعة وغيرهم يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث والنهي منسوق وهذا إذا تكرر يعود الحكم فإذا صار في شدة اختار شيخ الإسلام التيمية رحمه الله وغيره أن الحكم يعود في عدم الادخار بعد ثلاث طيب ما حكم نقل الأضحية اتفق العلماء على أن محل التضحية هو محل المضحي سواء كان في بلده أو موضعه من السفر يعني لو واحد راح مثلا إلى مكة مثلا وأراد أن يقضي العيد هناك وهو من أهل البلد آخر فما حكم نقل الأضحية الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي وأن توزع على فقراء بلدي المحتاجين قياسا على الزكاة ويجوز نقلوة إذا استغنى أهل البلد بأن كثرت الأضحية وقل عدد الفقراء فيصح نقلوة إلى بلد آخر فيه المسلمون للحاجة وكذلك يجوز المضحي المغترب عن أهل وطني أن يوكل في شرائي وذبح أضحيتي في بلده وتوزيعي على أقاربه وأهل بلده المحتاجين وأهل يأكلون منه طيب إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة واحد ولد له ولد يعني في أوائل ذي الحجة صار وقت العقيقة هو وقت الأضحية واجتمعتا عليه فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ اختلف الفقاء في هذه المسألة على القولين القول الأول لا تجزئ الأضحية عن العقيقة وهذا مذهب ملكية والشافعية ورواية عن أحمد قالوا لأن كل منه مع عبادة مستقلة لها سبب مختلف فالعقيقة والأضحية لا تجزئ إحداهما عن الأخرى ولا تقوم إحداهما مقام الأخرى مثل دم التمتع دم الفدية القول الثاني تجزئ الأضحية عن العقيقة وهي رواية عن أحمد ومذهب الأحناف لأن المقصود منها التقرب إلى الله بالذبح فدخلت إحداهما في الأخرى كما أن تحية مسجد تدخل في صلاة الفريضة واختاره من المعاصرين الشيخ حمد رهيم رحمه الله ولكن لو استطاع يذبح شاتين مستقلتين واختلفتين واحدة للأضحية وواحدة للعقيقة أو يؤجل العقيقة حتى يسر الله عليه لو تبرع شخص بقيمة الأضحية لآخر أو أهدى إلي شاتا يضحي بها جاز ذلك وهو مأجور مثلا الزوج ما عنده فالمرأة أعطته من عندها فاشترى أضحية وذبح عن أهل البيت طيب طيب لو ضحى الرجل عن أبويه الذين يسكنان معه وزوجته وأولاده وجميع من يعيل فإنه تكفي أضحية واحدة والذي له بيتان أو زوجتان تكفي أضحية واحدة وإن تضحى لكل زوجة بأضحية أحسن طيب العمال المجتمعون في سكن واحد على كل واحد أضحية إذا استطاع لأن له راتب خاص ونفق مستقلة عن الآخرين فسواء ذبح هنا أو أرسل بها إلى أهله هناك ليضحوا فلا بأس بذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يتوب علينا وأن يحسن خاتمتنا وأن يعيننا على ذكري وشكري وحسن عبادته أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاقلوا منها وأقلم البائث الفقير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر